موسيقى 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 مستديف فرمجدي علاوي أهلا وسهلا فيك فرمجدي ويعطيك ألف عافية وينعاد عليك مش علك مية على مدى الأزمنة لأنه هل قد جمعية سعادة السماء عم بتكون عندها إيد فاعلة بالمجتمع اللبناني وعند كل شاب وصبية وختيار وختيارة وولد وطفل عم يكون عندها إيد أنه تكون عم تخليلوا حياته أحلى أو أنه تكون عم بتمدلوا يد العوان والمساعدة وكرامة الإنسان ضرر تكون مصاني بكل الأوقات والأماكن مجد الله إن شاء الله يكون في عنا حكومات ومسؤولين هموا الناس ببطل في جمعية سعادة السماء وبطلنا عزعية جمعية سعادة السماء يكون ضمن صفقاتهم يفوتوا ضمن صفقاتهم يتفكروا بالإنسان فكروا بالمدمن فكروا بالمريض فكروا بالمحتاج يفكروا بضمان الشيخوخة ضمن مشاريعهم تخطيطاتهم ضمن تشريعاتهم يفكروا بالإنسان مثل ما فكروا باللاجئ وجيبوا أموال لقلوا لأنك في صفقات ومتعرفوا كلكم سوا فهالمرة يفكروا باللبناني حتى يدادلوا ينتخبوهم وإلا بقش في حدا هلأ هذه مشكلة ينتخبوهم قصة ولكن نحن نعيد عشر سنين معك بير مجدي من العمل اليومي العمل المستمر وعم تكبر سعادة السماء بشكل أنه وين ما في حاجة بتخلق سو جمعية كأنه هالشي يعني فعلا ما نهيين أبدا ميشيل كمان موجود معنا اليوم ميشيل حايك مع يسوعنا عم نقدر نعرف أكتر أخبار عن كل يلي عم بيصير بالبلد الأخبار الحلوة الأخبار اللي فيها أمل ورجا ومنها أخبار برمجدي علوي وأخبار سعادة السماء أهلا وسهلا فيك كمان يسوعنا كمان رح تكون عم ترفق برمجدي علوي على زيارته على الكويت وهذا موضوع نحن نحكي فيه اليوم صحيح يسوعنا هي كانت بيتش فيسبوك وإنستغرام واليوم صارت ويبسايت صارت من 2014 وعم نقدر نغطي الأمور الدينية والأخبار الدينية والصلاوات يومية عم نقوم فيها أكيد واليوم صار لي هلأ شيء صعبت من تشهر أنا والأبونا مجدي أخذنا التفاق أنه أي شيء خاص بجمعية سعادة السماء رحكون حدوه نعم وداعمه أعلميا وهلأ مسافر أنا بيه على الكويت إن شاء الله بعد يومين كلمان هيدا الموضوع يعطيكم عافية برمجدي كنت بأستراليا رايح على الكويت وبعدين على كندا هيك عندي مصبوط يعني هل رحلات اللي طبعا هدفها دعم سعادة السماء كيف عم تتيسر لألك؟ بشكر ربنا على كل اللبنانية الموجودين بالعالم نحن عم نستمر مرة لليبنانية من وراء أهلنا أنا بشكرهم يعني أستراليا كنا هدف طبعنا تندفع دفعة تاني من حق الأرض نعم أنت بتاعف عم شرية أرض كارية الإنسان قدرنا نشكر الله من أهلنا بأستراليا ندفعت دفعة تاني يعني ومشكرين وهي اللي متى 300 ألف دولار ورجعين هلأ رحين على الكويت الكويت هدف منه كمان لعنا مركز للأطفال بالكفور عمنا نعمر فيه مبنى قاعة العهد الصبحي رح يكون لهالكاعة وروحتي على كندا مع المطران براهيم براهيم مطران روم الملكيين بكندا رح يكون معه يومين تسعة عشر وحد عشر بموريال 12 و13 بكل المناطق كندا بوقت طوى ورح نختم بعشر عاملينه بطورنطو بسبعة عشر شهر ببعود رايعه لحتى نكون عام نساهم بأقصات المدرسية المدرسة على المفتاح الجديد إذا الله أراد قبل ما نتابع ونفصل كلها الرحلات خلينا نشوف مع البترك رعي عشر سنين على سعادة السماء وكلمة لا حضرته الناس هاللي اسيت عليهم الطبيعة الناس هاللي الأطفال الخلقوا ولقيتوهم على أبواب مؤسستكم ويحن معنا هون وفي أمهات البديلة بدي حييهم هالأطفال بدي فكر بالناس هاللي غلطوا بحياتهم وأخذوا منحة وهالمؤسسة اجد وتبنتهم وتبنتهم وعمل بتساعدهم تحتدنهم طيب ما هذا ما بدي سميه برس هذا بدي سميه كمان مأساة إنسانية كلهم بحاجة للقاء مع المسيح حتى يشفوا أقلوا من جرح المعنوي من جرح الروحي من جرح للإنسان هنا بدي حيي كل المؤسسات هاللي مع أبونا مع أبونا مجدي عمل تشتغل يعني بدي حيي تحت شعار تحت اسم واحد سعادة السماء هاللي هو هذا الاسم هاللي بيعكس قيم بحب يريد ربنا للإنسان بدي حيي أرية الإنسان بدي حيي بيت السوفي بدي حيي بيت الرحمة الإلهية بيت الله محبة بيت السامري الصالح بيت ابني بيت الأم تريزة والمطاعم هاللي سعادة السماء بتحييهن بوجب الطعام أو يوم أو أكثر ببرج حمود بعين الرمانة بالمينة ترابلس بجبيل بشكة بسند الفيل بعين الرمانة بسد البوشرية ثم صالون الحلاقة المصبغة هذا أنا بدي حيي أبونا مجدي على هالمحبة الكبيرة لحط المسيح بقلبه وطلع بهالمشاريع المتكل على العناية الإلهية وبدي حيي كل هاللي وقفوا حدوا كل هاللي معه هون رح يبين دوركن امتداد لدور يسوع بلقاءه مع الأبرس كلمة أحبة من غبطة البوترك بعشر سنين لسعادة سماء بير مجدي الزيارة على الكويت كمان على دعم سعادة سماء أعرفت أنه في مدرسي بدرعون كمان نعم نحنا شفنا أنه في حاجة السنة طلعت الصرخة قررنا أنه كون عم نفتح مدرسة يعني مطرح ما يكون في صرخة من نلاقي حل ما بدنا نقول ليش وشو عم بتعمل وشو عم بيعملو مي عم بيعملو نحنا نلاقي الحل نحنا البديل اليوم بيعتبر ساعة سماء هي البديل اليوم بالبنان لكل قضايا فالمدرسة رح تسوع 9000 تلميذ هي من البتي جاردين لترمينال بس رح نأخذ فيها زوية الحاجات الخاصة رح نأخذ فيها خاصة الأشخاص يلي ما قدوا يتعلموا عندهم مشاكل صعوبة تعلمية وإن تعف إداش أعصاتها غالي لهم باللبنان والفقير ما في فوت رح نأخذ بذات الوقت الأشخاص يلي هني خلقوا باللبنان ما عندهم وراء مكتومي الكيد ما بحقلوا يتعلموا هي مكتومي الكيد يعني يعني حيكون قبلي مؤكدة باللبنان حيكون مدمن حيكون مجرم حيكون إرهابي لا رح خليش شير شاربل جبران خليج بران ببيكاسو خليسي سينجاري كهربجي نحنا بذات لبقى بعضهم عاكم مهنية عم نسعى تكون عنا مهنية بس عنا عم بحط يكون في عصب الدوليب نحنا من خلالكم اليوم نسعى أنه المدير عام وزير التربية ووزير التربية أنه يسهلنا هالتلخيص لهالمهنية بعض الظهر ورح تكون ألفين تلميذ تلميذ بكلفنا نحنا كيف سيكون تلميذ سوف يدفع ولا فرنك نحنا نجيب نقبيله شخص يدبرنا تلميذ تلميذ بكلفنا بالسنة 580 دولار يعني كل عشرة أشخاص 58 دولار عم يدفع لكون ساهم بشخص عطيه خليه يصير محامي أو مهندس أو حكيم بالسنة بالسنة يعني عم نقول نحنا حملتنا السنة ورح نطلق إذا أقلرت بعيدوا الطفل 19 أدار مع ست ماجدة هي الموضوع أنه حيبة تكون مهندس أو حكيم أو كهربجي أو نجار ساعدني كردت كارت كمان أو بحفظة نوع من الكارت يعني ممكن استعملوا بالسوبر ماركت كمان لدعم سعادة السماء هيدا الكردت كارت هو عمل لخمسة آلاف عيلة بحاجة عندهم زرف كثير سات ما قدرين يكافوا بيجوا على السوبر ماركت تابعنا بفوتوا بنقل الخضرة لتياب الأكي كرشي ويسفعوا بالكردت كارت ياللي نأخذينه من جمعيتنا وهيك كمية كرامتهم لأنه يعرفوا أنه أولادهم أهلنا عم يشترون أهم شيء تسعى أدار كمان زيارة لكندا مظبوط يعني نحن بكندا سيكون لدينا عدة نشاطات بالرعاية بس في الاحتفال بسبعة عشرها بتورونتو رح يكون ميشيل كمان بعكار كنت عم تقلي وست ساعة السماء مية بالمية إن شاء الله بعد ما يرجع الأبونا من كندا بخير في مجموعة من الشباب والصبايا عم نقعد عم نعمل اجتماعات في جمعية معيني كمان حتكون إيدا بإيدنا تنبلش المطبخ المطعم الصغير يعني إن شاء الله نقدر نقلعه مع حي الله أي بلدية بتحب تساعدنا أو كمان في جمعية هي حتكون وعبر ويب سايت يسوعون رح نتابع كل تفاصل الخطوة بخطوة نعم فيك تعتبرية برعاية الأب مجدي أكيد أكيد كمان كلمة للبطرق الراعي برعلي ويحب بأنه نسمعه نعم قلت له أبونا مجدي مين بدي حي هون معنا تقعرف شو بدي عرف نشين اللي المشاهدين مشاهدين و واللي عم يسمعون لأنه نعرفوا من في هون مع مين عبي أحبي أنا عطاني جواب عجبني حلو بس قلت له بعدين ووضح لي أكتر قال لي حي يسوع ما وحق قال حي يسوع لأنه لو لي من جمعتوا ولو لي ما كنتوا هذا مزبوط بس نحن بنا حي مين من خلالهم يسوع عم بيعمل هالعمل بمؤسسات سعادة السماء والبرنامج أكيد كل الاتكال على يسوع الكويت ستتمشي نهار الأربعة على الكويت برمجدي سريعاً الأربعة ستكون لدي المسبحة البردية بكنيستة السلمية الخميس ستكون لدي شات حيات ومسبحة البردية ولكاء تسبيح وترانيم بكنيستة السلمية الخميس ستكون ديس واعترافات ديس عشر سنة جمعيتنا إذا الله رات 11 صبح بكنيستة المخلص للمملكيين الكاتوليك بالسلوى وبرجع الساعة سبع عشرية بكدرئية العيلة المؤدسة والسبت عاملين الصبحية لدعم جمعيتنا إذا الله رات مش مشكني كلها تعبوا معنا هونيك يعطيكن ألف عافية لحظات ومنتابع عليك شكرا 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 شكرا